مساء الخير في عنوين هذه النشرة رمضان وداعش تفجيران إرهابيان في السيدة زينب ابتزاز بالجرم المشهود ومنتحل الصفة يقع في فخ احتياله ألماني اعترفت بالإبادة وبرج حمود تلفع ريتها ألماني يومات واربين يومات مايا نصر حالمة برتبة رائد فضاء تدخل الناس ولكن وفي النشرة أعوامها التسعون باللون الأخضر في ترينز اليوم عصيان مصرفي ضد الحاكم تفاصيل هذه العنوين تتابعونها في النشرة بعد قليل أهلا بكم ووضع الإرهاب لمساته على رمضان دمشق وفجر تنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بعمليتين انتحاريتين أوقعتها عشرات الضحايا وألقت الحكومة السورية بالمسؤولية على دول خالجية وتركيا سائلة المجتمع الدولي وضع حد لتمويل الإرهاب لكن هذا المجتمع المنشود على رأس المنظمة الدولية بالكاد ينفض عنه الضغوط وعمليات الابتزاز التي وضعته مؤخرا في أحراج المواقف وصنفت المنظمة الأممية على أنها للبيع والشراء ليختلف هذا الواقع عن لبنان البلد الأصيل في مهنة بيع قراراته ورهن عقاراته السياسية والمتاجرة بمشاريع أبنائه من النفايات إلى السدود وصولا إلى هدم مواقفه الوطنية واستسهال التطبيع مع أصائل كالموقف الذي ذهب إليه الكاتب أمين معلوف ولأن الخطبة جلل فقد تداعت نخب لبنانية إلى لقاء في مسرح المدينة برزت فيه دعوة معلوف إلى الاعتذار والتي وجهها الأستاذ طلال سلمان لكن وليد جملاط هاجم من سماهم جماعة الممانع الفكرية العربية الذين يدينون جرائم أصائل ويمرون مرور الكرام على جرائم النظام السوري وانتقد تحرك المكرثية العربية فجأة لإدانة معلوف وقال في الصباح نكون وطنيين وفي المساء خونا وفي السياسة فإن الصباح لريفي والمساء للحريري الذي يستكمل طريقه نحو المحاسبة ونقد الذات وربما يمر زعيم المستقبل بأكثر المراحل شفافية ومكاشفة وبلا حراج يؤدي مناسكه السياسية كمن يصلي أو يأم بيت الله الحرام أو كمعتمر تقي ورع وقد وصل الحريري إلى زمن اختبر فيه أقرب الناس وأكثرهم زرقة انصرف عنه المؤيدون عندما عز الصرف المالي واكتشف أن سعد الحريري والدولار وجهان لعملة واحدة فعندما يغيب النقد يحضر التخلي عدا ونقدا البداية من منطقات عدة منذ ظهور داعش وهذا تذكير بأبرز تلك التفجيرات خلال العام الجاري 31 كانون الثاني ثلاثة تفجيرات قرب ضريح السيدة زينب ومقتل خمسين شخصا 21 شباط تفجيران استهدفا المنطقة أديا إلى مقتل أكثر من عشرين شخصا 25 نيسان تفجير بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل سبعة أشخاص واليوم الإرهاب ضلب السيدة زينب مجددا حاصدا العشرات مع تقدم الجيش السوري والقوات الكردية على محاور عدة مقلصين مساحة نفوذ تنظيم الدولة تمكن داعش من اختراق منطقة السيدة زينب في دمشق معلنا مسؤوليته عن تفجيرين انتحريين استهدف المكان وموقعا عشرات الضحايا وكالة سانة الرسمية ذكرت أن التفجيرين ناجمان عن انتحريين الأول نفذ بحزام ناسف عند مدخل بلدة السيدة زينب باتجاه ديابية والثاني بسيارة مفخخة في شارع التين إلا أن وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم أوردت نبأ وقوع ثلاث عمليات بحزامين ناسفين وسيارة مفخخة فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو عشرين قتيلا سقطوا في التفجيرين بينهم ثلاثة عشر مدنيا وتوقع المرصد ارتفاع حصيلة الضحايا نظرا لوجود جرحة بحالة حرجة وفي رواية الأعلام الحربية أن عسكريين أوقفا سيارة بيك أب بيضاء اللون فيها ثلاثة أشخاص للاشتباه بها وبعدما تبين أن هؤلاء الأشخاص يحملون أوراق عسكرية مزورة سادت حالة من الإرباك فترجل أحد الانتحريين من السيارة وفجر نفسه بحزام ناسف لتتجه السيارة مسرعة نحو شارع التين حيث انفجرت عند بداية الشارع وأضاف الإعلام الحربية أن تنظيم داعش كان بصدد القيام بثلاثة تفجيرات داخل السوق على أن يكون الثالث مع مجيء فرق الأسعاف والأهالي مجلس الوزراء السورية دان التفجيرات الإرهابية وحمل رئيس الحكومة والحلقي تركيا وقطر والسعودية المسؤولية عن التفجيرات مطالباً المجتمع الدولي بدرورة أن يضع حداً للدول الداعمة والممولة للإرهاب ويعد هذا الاستهداف في منطقة سيدة زينب هو الرابع خلال هذا العام منتحل صفة العمل في مكتب الرئيس بري يطلب المال لحل مشكلة قضائية ومدعي عام الجنوب القادي رهيف رمضان يوقفه ويجري التحقيق معه حالياً لدى القوى الأمنية اتصل حسن حمود بنورما أبو زيد معرفاً عن نفسه بأنه يعمل في مكتب الرئيس نبيه بري عريضاً عليها حل مشكلة قضائية مقابل مبلغ من المال عندي ملف قضائي بيتصل فيه شخص بعرف عن حاله أنه هو اسمه حسن حمود من مكتب الرئيس بري وبقول لي حابب يشوفي قلت له تفضل شرفنا على البيت اجا وعرض علي أنه هو يحل هذا الموضوع مقابل 8000 دولار 8000 دولار لحل المشكلة الأمر الذي أثار شكوك نورما التي لجأت إلى الجديد وعملت على استدراجه وتصويره ذكر اسم محامي وطلب مني أعمله وكالي بالعيكار ليعلي قصة أنا كنت يعني هنا شكيت فيه أنه قصته مش صحيحة وتوصلت معكم نجح نحكي عتماني إذا بينزلوا شوي كيف دفشة واحدة تقطيت مكتب الرئيس بري وفي اتصال مع الجديد نفى معرفته بحمود وبعد إبلاغهم أرسلت دورية من فرع المعلومات التي تعاونت مع نورما لاستدراجه وتوقيفه نحن على أساس كنا عمنا نسيق سوا بهذا الموضوع بتفاجأ أنه بيجوا فرع المعلومات على البيت وطلبناه على أساس يجي أنه اتفعله المبلغ قصم المبلغ اللي كنت وعددته فيه وإجا وقالك الكبد عليه أثناء التحقيق معه تبين أن لدى حمود لائحة بأسماء لبنانيين نصب عليهم كما وجد بحوزته أختام لعدد من الوزارات وهو موقوف اليوم لدى الأجهزة الأمنية والقضاء المختص لاستكمال التحقيقات معه اعترفت ألمانيا مؤخرا بالإبادة الأرمانية لكن 24 دولة سبقتها إلى هذا الاعتراف أبرزها أوروبيا فرنسا إيطاليا سويسرا وهولندا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي عام 87 يذكر أن لبنان اعترف بالإبادة عام 97 وفي برج حمود ترحيب بالخطوة الألمانية يترجم تشجيعا للمنتخب الألماني في كأس أمم أوروبا شجعت الضاحية إيران وطريق الجديد رفعت أعلام السعودية في نهيئات كأس العالم أما اليوم فتحولت برج حمود إلى ضاحية من ضواحي برلين إذ أصبحت ألمانيا فريقا رديفا لكل من لم يكن من مشجيعها أصلا في برج حمود فالدولة التي اعترفت بالإبادة الأرمانية أصبحت بالنسبة إلى أرماني لبنان بلدا تبنى قضيتهم وعليهم أن يبادلوها الوفاء ولو رياضيا ألمانيا ألمانيا نعترفوا بالإبادة الأرمانية مع أنه أنا مش أرماني أبلد إبادة أرمانية مع ألمانيا مش مع هذا ألمانيا لأننا علاقات نحن ألمانيا مع ألمانيا عجيبي يعني كيف زبطت معهم أنه قبلوا إبادة أرمانية وبحسب أهالي المنطقة سيزور السفير الألماني منطقة برج حمود الأربعاء لكي يشارك في وقفة شكر من الأرمن لبلاده ومما لا شك فيه أنه سيسر عندما يعلم أن علام بلاده الأكثر مبيعا في بطولة أمم أوروبا أصبح لألمانيا جمهور جديد ومشاجعون لمكينتها الرياضية وسفارة رديفة أما السفير غير المعلن فيكفيه أن تجتم تركيا لكي يعطيك تأشيرة السفر أو صندوش باسترما لن تجد مثله إلا في بيروت ولا حتى في برلين بيروت مدينة تتجه نحو مجلس الظل المراقبة والمحاسبة طريق المجموعة من عين لمريسي إلى مبنى البلدية لم تنتهي تجربة بيروت مدينة مع أعلان نتائج الانتخابات البلدية في بيروت فالمجموعة وعدت أبناء العاصمة بإكمال التجربة والمضيق قدما في مواجهة آلة فساد السلطة عبر إنشاء مجلس الظل لمراقبة عمل المجلس المنتخب بيروت مدينة من أول ما خلصنا الانتخابات عم نشتغل جاهدين لنأسس لهذه المرحلة الانتقالية اللي احنا هلأ فيها واللي بنهايتها حنوصل لمأسس بيروت مدينة للمرحلة المقبلة ممكن تاخد شكل بلدية ظل ممكن تاخد عدد أشكال أخرى لكن بالنهاية هدفها أنه هي تقوم بعمل المعارضة وتكون عم تعمل عمل رقابة على مشاريع المجلس البلدي الحالي بيروت جمعية ومجلس ظل ومعارضة هي آليات المجموعة للمواجهة في محاولة لتكريس نهج التغيير دورة هي مبدئيا أنه تحط شخص مقابل كل شخص بالمجلس البلدي وتشوف هذا الشخص بيكون عم برائب أداء الشخص الثاني اللي هو عضو المجلس البلدي الفعال ومنه عم نكون نحن نشوف الملفات كيف عم بيتعاطوا معها ونشوف إذا فعلا فيه حقيقة خلل أو طريقة أحسن تكون تعمل فيها ونعلم الرأي العام فيها نحن كبيروت مدينة ومنتزمين بالقانون كليا نحن قدامنا سلسلة أو مروحة من التدخلات الأنونية ممكن نعملها إن كان من بيانات إن كان من مزارات اعتصامات كله حسب فعلا خطورة الموضوع وحسب أداء المجلس البلدي الحالي أصبح لبيروت مجلسان بلديان مجلس وعد بالإلماء والتحسين ومجلس وعد بالمراقبة والمحاسبة ستة أعوام تكفي أهالي المدينة لكي يراقبوا بيروت مدينته من عين المريس إلى بلدية بيروت في وسط البلد حساب جواد نصر الله على تويتر مغلق مجددا هذه المرة شركة تويتر من أغلقت حساب جواد نصر الله فإذا بحثت عن اسمه قد لا تجده بتاتا أو ستجد حسابات مزيفة أما حسابه الأصلي والذي كان قد أقفله من طلقاء نفسه سابقا ومن ثم أعاد فتحه بتغريدة قال فيها سلام عليكم بعد نهون عمي اليوم بات سسبندد أي معلق وهي الرسالة التي تظهرها الشركة على حسابه وهناك حسابات كثيرة أقفلت قبله ما هي الأسباب التي تؤدي إلى إغلاق الحسابات على تويتر؟ تويتر هي شركة أمريكية خاصة وتبغى الربح وتويتر تتبع القونين الأمريكية لأنها هي شركة أمريكية المعايير التي تؤدي تويتر لإغلاق حسابات هي متعددة أهمها إذا بدك التهديدات العنيفة أو التي يروج للعنف كمان دعو للقتل المضايقات والتحرش كمان نشر معلومات خاصة عن أشخاص أو منظمات أو جمعيات وكمان تشجيع الانتحار فهيضي ضمن المعايير بالإضافة للملكية الفكرية إذا حد أتعدى على الملكية الفكرية فهيضي كلها نقاط شوي واسعة وشوي فطفاضة بتأدي لإغلاق حسابات على تويتر أي حساب يغلق على تويتر أو فيسبوك أو أي شركة أو يوتيوب هو بسبب حدا قدم شكوى بهذا الحساب أو بهذا المحتوى المحدد يلي صاحب الحساب نشره يمكن لأي مستخدم إذا أغفل حسابه أن يفتح حسابا ثانيا أما إغلاقه مجددا فيه يفتح حساب تاني أكيد بده يضطر يستعمل اسم شخص تاني أو اسم قريب من أول حسابة سكر وإيميل مختلف أكيد فيه لفترة معين يضل عم يشتغل بهذا الحساب بس إذا حدا أثبت أنه هذا الشخص هو ذاته اللي أغلق حسابه قبل كمان بيسكروا له إياه يمكن استعادة الحساب في الحالة التالية بس كمان مش كل حساب أكفل يعني خلص أكفل نهائيا لأنه فيه شخص يعيد النظر فيه ويرجع يطلب التماس إذا بدك بس هني كمان بيقولوا أن هني بيعطوا فرص ثلاث مرات للأشخاص على تويتر إذا تسكر حسابه أول مرة ثاني مرة ثالث مرة بيغلقوني أهيا إذن بإمكان جواد نصر الله استعادة حسابه إذا ما وجدت لديه النية إمن فواز قناة الجديد في الجزء الثاني الجديد تكشف مصادر تلوث نهر الليطاني قبل المرامل على ضفاف الليطاني تصب في النهر قنوات الصرف الصحي في بعض القرى كسحمر ويحمر وبلاط ودير ميماس وغيرها التي تسبب تلوثا كبيرا للمياه في كارثة وقت فيها بعض البلديات عندما قامت بتأسيس شبكات صرف صحي دون أن تستكمل المشروع باتجاه تأسيس محطات لتكرير المياه المبتذلة فصارت عم تصب بالنهر هذه يجب أن تقف هذه غير قانونية وعلى البلديات أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك وأن تبادر إلى إعادة الأمور إلى نصابه أما في مخص هذه المرملة التي تبعد أمتارا قليلة عن ضفاف النهر وبحسب صاحبها فهي لا تشكل ضررا تلوث الماء أكيد مش من عنا وهذا الدليل موجود واضح قدامك إذا فيه تلوث أو غبار أو 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 من بعدي بدأت تكون مصدرة مش من هون وترخيص قانوني وموجود بعيدا من كلام بدير إلا أن الترخيص الذي أبرزه انتهى صلاحياته في الثامن من الشهر الحالي فهل سيكمل عمله خلافا للقانون وهنا تسريب مياه غسل الرمول الموحلة إلى النهر عبر هذه القناة يؤكد هذا العامل أن مغسل فادي سمحات تصب مياه الموحلة في النهر ولكن هل يقتصر التلوث عند هذا الحد؟ مهما تكون الأسباب معلنة أم غير معلنة لا شيء يبرر أن نرتكب هذه الجريمة بحق نهر الليطاني ما حدا بيحط حد لها المرامل إلا القضاء أنه المرامل عم بتضب عليهم وعلى جيابهم للأسف يعني إذا هن سألنا عن حالة نسأله عن الناس لا يخفى على أحد تلوث الليطاني وضرره على رواده إلا أن دولتنا لم تتحرك لوضع حد لكل المعتدين في حين ظلم أصحاب مرامل لا ذنب لهم فهل يتحرك القضاء ونسمع بقرارات حاسمة للمحاسبة وللحد من المشكلة؟ أهلا بكم من جديد لمحارق النفايات مواصفات صحية عالمية أولها أن يكون الوقود المستخدم صديقا للبيئة ثانيا أن تكون المحرقة مبطنة بعازل حراري جيد أن تتألف من غرفتين وأن تجري تنقية الغازات الناتجة عن الحرق أما في لبنان فثمت محاولات عدة لمراعاة المواصفات العالمية تحت إشراف وزارة البيئة المحرقة في ظهور الشوير رسخت انشقاق الحزب القومي إذ يستمر بفرعه التابع لعلي حيدر بالإضاءة على مخاطر المحرقة والعمل على التخلص منها في حين أن البلدية الفائزة المدعومة من قومي أسعد حردان مستمرون في قونانة المحرقة والعمل على استفائها الشروط البيئية هذا الموضوع انتقل إلى الكيات السياسية بتأسف أني قلت لك وإجت الخسارة بمعركة البلدية لتزيد التوتر هذا الموضوع كل موضوع المحارق الزبالي عم بيتم هالهجوم عليه لما ينلقى حل لا مركزي المحرقة متوقفة بانتظار الترخيص من وزارة البيئة وسط تحركات المجتمع المدني وأخصائيين بيئيين معارضين تشغيلها من جهة وآخرين يعتبرونها حلا نموذجيا للتخلص من أزمة النفايات يراعي المعايير العالمية التقنية بالنسبة لنا هي تقنية ملوثة والموقع تبعها أبدا منه مناسب نحن شو بيضمن بعدنا أنه راح يكون ظروف التشغيل تبعها المحرقة مناسبة عم تتحمى مضبوط قبل ما تبلش عم تحافظ على درجة الحرارة وهي كمان منها مجهزة بمونيترز ببين وبشكل دايم الملوثات اللي عم تطلع منها إذا هن مطابقين للمواصفات ولا أعلى ولا أوطى من المواصفات هلأ نحكى كتير أنه هو الفليتر مصنعة هون أكيد مصنعة هون نحن مصنينا تصمم بالتقنية الموجودة حاليا بأوروبا وعملنا الفحوصات عليه وبناء على هذا آخر فحص عم نقدم هلأ نيل ملف الأسر البيئة إلى وزارة البيئة بين الأخذ والرد يبقى الأهم إجراء مراقبة دورية للملوثات الناتجة عن هذه المحرقة عند تشغيلها فهل الرقابة مضمونة أم من جرب مجرب كان عقل مخرب رواند أبو خزام قناة الجديد اللواء أشرف ريفي يقول عبر تويتر حاولوا استمالتنا عبر اتصالات قاموا بها مع عددنا من عضاء ليحة قرار ترابلوس وجرى عرضه مبالغة من المال عليهم إلا أنهم جوبه بالصد زار وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي بطريارك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس يوحن العاشر اليازجي في المقر البطرياركي في البلماند في حضور الرئيس السابق لجامعة البلماند إلي سالم وبحث المجتمعون في المستجدات المحلية والإقليمية وقضايا وطنية اليوم صار بكل أسف صغرة بالانتخابات البلدية أنه فقدنا العناصر المسيحية والعلوية من المجلس البلدي إنما هناك نعم إرادة أكيدة وإرادة مصممة على أن يكون هناك دور لإخواننا المسيحيين وإخواننا العلويين سواء باللجان البلدية أو في مواقع المساعدة لرئيس البلدية واعتبر ريفي أن معركة البلدية في طرابلس انتهت وأصبحت وراءنا واليوم على الفائزين في المجلس البلدي العمل متحدين كمجلس بلدي لكل أبناء طرابلس ونحن كسياسيين انتهى دورنا وسنحاسب كل من يقصر في حق المدينة لقاء ثقافي في مسرح المدينة احتجاجا على ظهور أمين معلوف في محطة تلفزيونية إسرائيلية في رد احتجاجي على إطلالة الكاتب اللبناني أمين معلوف على شاشة قناة I24 الإسرائيلية نظم في مسرح المدينة لقاء حضره طحفيون وفنانون وإعلاميون للتأكيد على أن إسرائيل ليست وجهة نظر ونحن لسنا في فرنسا بل في لبنان حيث إسرائيل عدو في نظر الدستور والتعامل مع العدو لا يندرج في خانة الحرية الفكرية والشخصية لأنه ولا واحد مننا لازم يزلزل لوحده ولازم نحارب كل إنسان بإبطة هذه ضريبة الطموح الذي قد يغلب الوطنية ولكنه لا يتنكر لها أمين معلوف لقد ارتكبت خطأا جسيما بحجم خطيئة فأعتبر أنا أريد أن أخاطبه من فمي الذي كتب الهويات القاتلة يقول إن الهوية القاتلة هي الهوية الصافية العنصرية وبالتالي لما يؤف على شاشة عنصرية كالشاشة الإسرائيلية فهو يدين نفسه بنفسه خطوات التطبيع سبقت أمين معلوف العربي طبعا ويخشى أن تأتي خطوات أخرى والحال أن مبدأ تحريم تعامل عربي مع منتج أو مرفق إسرائيلي هو بيت القصيد وقد تخلل اللقاء عرض قصير مصور بعنوان التطبيع الثقافي أسئلة واقتراحات للمواجهة قرار وزير الزراعة أكرم شايب منع منتجات سورية من عبور الحدود جاء انفراديا على مرس نوات الحرب على سوريا كان لبنان يستورد مفاعلها ويرفض في المقابل أن يفتح قنوات تواصل مع حكومتها ناء لبنان بنفسه عن التنصيق عند الحدود وناء أكثر في ملف المخطوفين وقضايا التهريب والقصف اليومي الذي يطال قرى عند التخوم رفض لبنان أي كلام مع دمشق باستثناء المبادرات التي كان يقوم بها المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لحل ملفات لا بد من حسمها اليوم لجأ وزير الزراعة أكرم شايب إلى أسهل الحلول بقطع طريق الاستيراد الزراعي من سوريا قرار سيحتفي به المزارعون حكما وربما صنف خطوة محقة لكنها فردية فالوزير الشايب لم يبحث عن معاهدات التعاون والتنصيق بين البلدين ولا عن المجلس اللبناني الأعلى وله أبلغ الحكومة السورية بأنه يتجه إلى هذه الخطوة أو أنه لم يتوقف عندما كان يردده رئيس الشهيد رفيق الحريري من أننا شعب واحد في دولتين فالنأي بالنفس لم يحتسب التبيعات حيث بإمكان سوريا أن ترد غدا بإغلاق الحدود فيجري تبادل الاستفزاز بالاستفزاز علم أن سوريا هي أهم متنفس اقتصادي للبنان وزير في حكومة يتفرد بالقرار في وقت تتجمع دول العالم للتنصيق في شأن التصدير والاستيراد ويطلبون الشحن ولو من الصين ففي شهر أيلول المقبل تستقبل أذربيجان قطاري شحن من الصين ليصلا إلى ميناء أقطاو في منطقة دوستيك عند الحدود الصينية الكازاخستية وينفذ نقل الشحن إلى ميناء بورتي الجورجي علما أن أشروع قطار الفايكينغ كان قد أطلق من قبل لتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا عام 2003 ويقضي بنقل الشحنات من بحر البلطيق إلى البحر الأسود وفي التجارب الدولية هناك التنصيق بين دول لبريكس صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كذلك أنشأت كل من إيران والهند وأفغانستان تجمعا صناعيا زراعيا اقتصاديا حرا في بحر عمان كل هذه الدول تبدو أنها لم تطلع على تجارب أكلم الشهي بالضارب عمقا في القرارات الانفرادية إيه لا زميلي شادي خليفي وفن الخبر مساء الخير شادي مساء الخير داليا كيفنا اليوم؟ أنا كتير منيح شو عنا أخبار؟ والأجواء بالنشرة كمان منيحة يعني ما في أخبار أبدا أجواء سلبية هالمرة لا هالمرة الأجواء إيجابية بدءا من بريطانيا مرورا بكندا وخبر مهضوم كتير وحلو كتير ووصولا إلى أمريكا يلا منتبع التفاصيل تفاصيل منتبع السابق مساء الخير من جديد انطلقت الاحتفالات بالعيد الرسمي لملكة بريطانيا أليزابت الثاني اللي بلغت التسعين من العمر واستهلت الاحتفالات الطويلة المنتظرة بعيدة بصلاة أقيمت بكنيسة الإديس بولوس بلندن بحضور رئيس الوزراء ديفيد كاميران وكانت إطلالتها مميزة باللون الأصفر إلى جانب زوجة الأمير فليب والأمرة شارلز وويليام واهري واليوم السبت حضرت الملكة عرض عسكري قرب قصر باكنجهام تلاها استعراض للقوات الجوية ورغم أن ملكة بريطانيا ولدت بـ 21 نيسان لكنها بتحتفل بعيدة مرتين مرة بالتاريخ اللي ولدت فيه ومرة بشهر حزيران ليكون الطقس مناسب وفق التقاليد الملكية البريطانية وحطمت أليزابت الثانية بأيلول الماضي رقم القياسة لأطول فترة على العرش البريطاني دول أوروبية كتير منزعجة من اللاجئين السوريين ولكن بالمقابل هناك مفاجأة بمدينة كندية قريبة ساعة بالسيارة تقريبا من حدود ولاية واشنطن الأمريكية عم تبحث عن لاجئين سوريين لا يسكنوا فيها اه مثل ما عم تسمعوا المدينة اسمها نيلسون هي زي طابع جبلي وبتمتاز بالهدوء والجمال وبترحب اللاجئين عموما ولكنها عم تركز على السوريين بشكل خاص وبين سكانة 140 صيني و14 فلبيني و25 شخص من أمريكا اللاتينية ولكن لا يوجد فيها ولا أي عربة حتى الآن رغم أن الناس مش معوادين إلا على الوجه الجدي والرسمي للسياسيين والرؤساء إلا أن رسالتين حب للرئيس الأمريكي الأسبق جون كندي سيتم عرض للبيع بمزاد علنة بتاريخ 16 حزيران الحالة الرسالة الأولى عبارة عن رسالة كتبة بخط إيده سنة 1963 لعشيقته الأديمة ميري ماير بيطلب منه زيارته قبل شهر من اغتياله ورسالة أخرى تلقاها من حبيبته السابقة المشتبه بأن جيسوسة نازية أنجا آرفت عام 1943 تكشف فيها عن اشتياء أقله ومتوقع أنه يوصل ثمن الرسالة لـ 30 ألف دولار بالمزاد العالمي مع هذا الخبر منوصل لختم فقرتنا عودل عندي كداليا لمتابعة بيئة النشرة الإخبارية بعد الإعلان سباق الألوان على برجينا أهلا بكم من جديد لبنانيون كثور دخل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من بابها العريض أولهم شر العشي من رياق وهو يشغل منصبا إداريا رفيعا في الوكالة إضافة إلى جورج الحلو وهو مدير مركز المعالجة بالأشعة تحت الحمراء في الناسا لكن هؤلاء يملكون الجنسية الأمريكية بخلاف مايا نصر التي أعاقت جنسيتها انضمامها إلى الوكالة وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية هذه الشابة اللبنانية كفسحة الأمل الخضراء هذه وسط بيروت المقتضة تظهر مايا نصر ابنة التاسعة عشرة هي التي غادرت لبنان منذ ثلاث سنوات لتلتحق بجامعة أم آي تي الأمريكية من أنا وصغيرة كنت كتير حابة دروس كل شيء إلى علاقة بالفضاء في أول صفة العشر أدمت على بروغرام بالأمي ديس اسمه كومبتاتف كوليج كلاب وفي سكولرشيب اسمه دي كي أس اس أف سألقات السكولرشيب وهو يساعدوننا كمان لنأدم على اليونيورسيتيز بأمريكا أدمت على عدد اليونيورسيتيز وكان ماي ميتر إيري سبيس انجينيرين هو مرتبط بالفضاء هو هندسة التيران والفضاء بنعمل السبيس شبس السواريخ ولأنها تفوقت في دراستها وأدائها سنحت لها فرصة الانضمام إلى الناسا عبر برنامجين تدريبيين مدة ثلاثة أشهر إلا أنه تزامنا مع استعداد ماي للانتقال من ولاية بوستن حيث جامعتها إلى كاليفورنيا مقر الناسا وقعت المشكلة ما أدى إلى إبطاء المصار أثنين تنهولتو أوفرز ما زبطوا لأنه يعني بعد ما عطلوا كل البيبر السبعي لأنه أنا لبنانية كل بين الأوانين الأمريكية يمكن بتعود لأساس إرهابية بتعود لأساس كل هودة بيجمعوا بين دول الشرق الأوسر في دول إيتا ريستريكتد اللي هي ممنوعة تشتغل بكل شيء له علاقة بالدفنس الأسلحة والهول إشياء سمعت لبنان منعت مايا من الالتحاق بالناسا فهل تمنت في هذه اللحظة أن تكون غير لبنانية؟ شعور كتير متنائد أنا كتير بحب يعني كتير بفتخر أنا لبنانية بس بنفس الوقت كتير أحيان بهذه اللحظات بتقول أنه بس ياريت مع الستوزنشف من أمريكا أحلام مايا ليست بعيدة عنها لبل تستحبها معها أينما ذهبت لشدة تعلقها بها طموحات مايا نصر وضعت قيد الانتظار والحل الوحيد يبقى في حصولها على الجنسية الأمريكية لتلامس الفضاء باسم لبنان ولو كان سببا في الحد من أحلامها لايال سعد قناة الجديد تابعة عملية تل أبيب تسفير عن اقتحام ثلاثة منازل في الضفة الغربية المحتلة وأهدم أحدها في رد فعل هستيري أعقب تعزيز عديد العناصر الأمنية في كل مدن الضفة الغربية المحتلة عمدت قوة من جيش الاحتلال فجر السبت على اقتحام ثلاثة منازل في الضفة وهدم أحدها فقد اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة تيطا جنوبي المدينة حيث هدمت منزل الأسير الفلسطيني مراد إدعيس منفذ عملية الهجوم على مستوطنة عتني لال التي قتلت فيها مستوطنة إسرائيلية قبل أشهر هذا احتلال غاشم يعني هالحين يمنو هد البيت يعني يدو بدو ينتجم ولا بدو لا هذا زادنا إصرار وفيما يطوق جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل منذ ثلاثة أيام عقب تنفيذ شابين من البلدة هجوما بالأسلحة في تل أبيب أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين ليلة الأربعاء قام ليلة الجمعة استبت باقتحام منزلي منفذي الهجوم تمهيدا لهدمهما وسط انتشار قوات إضافية في المكان انسحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مراسم تأبيين الملاكم العالمي محمد علي كلي مكتفيا بالمشاركة في صلاة الجنازة ولم تتح له فرصة لإلقاء كلمة أردوغان الذي حضر الخميس إلى لويزفيل في ولاية كنتاكي اختصر زيارته التي كانت مقررة حتى مساء الجمعة لانزعاجه من طريقة استقبال المنظمين له نقلت صحيفة حريات عن مصادر في مكتب الرئاسة أن أردوغان زعج لأنه لم يسمح له بأن يضع قطعة من كسوة الكعبة على نعش الملاكم في غضون ذلك اشتبك حرس أردوغان مع موظفي جهاز الأمن السري الأمريكي وسوي الأمر بعد تدخل ممثلي الوحدات الخاصة ما زاد من انزعاج الرئيس التركي أجعله يستقل سيارته بسرعة مغادراً للمكان وإلى زميلة نور وفقرة ترانز نور مساء الخير بسوار داليا شوفي عنا اليوم أخبار هيك اليوم برج إيفل عم يتحضر لحتى يرتدي اللون يلي حصل على أكتر عدد هاشتاكز تابعونا من تابعك مرحبا على فيسبوك جرى تداول هاشتاكز أطلقتهم الجبهة المجزية بالتعاون مع السلطة الخامسة بسبب العقوبات المالية يلي عم يفردوا المصارف على حزب الله ويلي وفق عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأت حملة مضادة على هالقرار وعلى سلامة مع هاشتاكز العسيان المصرفة وهاشتاكز رياض مع السلامة لاحقا كملتها الحملة على تويتر وأصبح هول الهاشتاكز الأكتر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي ننتقل لتويتر حيث تم تسريب 32 مليون كلمة سر أو باسويد لمستخدمي الموقع والتمسية الشركة من المغردين اتخاذ إجراءات احتياطية بعدما أوضحت بأنه سرقة المعلومات ما بتعود إلى كارساني تعرض لإدى الموقع بل تمت بسبب حملات كتيرة صارت سابقا أو بسبب تحميل برامج ضارة على أجهزة الضحايا مما قدى إلى سرقة العديد من بيانات المستخدمين ومن بياناتهم تويتر نهاية أخبارنا مع إطلاق فيسبوك وتويتر هاشتاكز لأيناريت برج إيفل باللون يلي بتختاره أكترية المستخدمين صحيح مثل ما سمعته كل مشجلة كأس أوروبا 2016 بيقدر يستعمل على هالمواقع هاشتاكز البلد يلي بيشجعه وتلقائيا بيضاف للهاشتاك إيموجي من ألوان العالم يلي بيمثله فريق البلد يلي بيحصل على أكتر عدد من الهاشتاكز هو يلي بتظهر ألوانه على برج إيفل ببارس الهدف من هالشي هو خلق روح التنافس وأكيد تشجيع الناس على التواصل الدايم مع تويتر وفيسبوك هولي كانوا ترانز الليلة تابعونا بكرة بنشرة جديدة كانت في النشرة رمضان داعش تفجيران إرهابيان في السيدة زينم ابتزازون بالجرم المشهود ومنتحل الصفة يقعوا في فخ احتياله ألمانيا اعترفت بالإبادة وبرج حمود ترفعوا رايتها مايا نصر حالمة برتبتي رائد فضاء تدفل الناس ولكن عوامها التسعون باللون الأخضر عسيان مصرفي افتراضي ضد الحاكم كان هذا كل شيء حتى الساعة نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بأمان الله اشتركوا في القناة